حولي الموضوع معنا من القاهرة عبر الهاتف دكتورة عزة فتحي أستاذ مناهج علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس وباحث بالمرصد العالمي الأزهر وخبير أيضا في الأمن الفكري للوقاية من الفكر والتطرف دكتورة مسل خير أهلا بك معنا لن يكسرنا للإرهاب والدور العربي الكبير في مكافحة الأفكار المتطرفة وشعار هذه السنة هذه الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام أهمية هذا الشعار وأهمية التركيز عليه في هذا التوقيت بالتحديد أولا مساء الخير مساء النور حضرتك هذا الشعار بيثبت حاجة واحدة بس وبيؤكد وبيعطي رسالة أننا أمة لن تنهزم أبدا أمام الإرهاب وأن المغول الجدد أو التطار الجدد لن يهزم الأمة العربية ولم يهزم أبدا الإسلام الصحيح وإحنا أخطأنا جميعا بما فينا دول وردية وأمريكا عندما واجهنا الإرهاب بالأمن وضعنا أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب ولكن الفكر لا يضحط إلا بالفكر وبالتالي هذا الشعار للمنتدى الآن أو هذا العام بيؤكد أن الثقافة، الفن، التعليم، الإعلام هم الطريق إلى مستحد هذا الإرهاب لأن العقل المستنير أو المواطن المستنير المثقف يبقى عنده حاجة من التفكير الناقض الذي لا يقبل السمع والطاعة لا يقبل أبدا أن يأخذ بالأراء على أنها حقائق ويستطيع أن يفرز كل ما هو سليم وكل ما هو خطأ هذا هو دور الإعلام والفن والثقافة عن طريق ما؟ هل من خطوات محددة يمكن اتباعها فعلا لدحر الإرهاب لمحاربة هذا الفكر؟ نعم، نعم، إعادة صياغة الثقافة العربية من جديد أننا كنا أم مأزومة، ليس مهزومة كنا أم مأزومة بمعنى كنا أهملنا الثقافة إلى وقت، أهملنا التعليم إلى وقت، أهملنا الفن إلى وقت وكان فيه موجة من الفن الغابط أو السلعة الفنية الهابطة ولكن فيه استراتيجية جديدة إن شاء الله أن بالفن والثقافة والثقافة والتعليم تتمكن مفاهيم الأمن الفكري لأن أنا عايز أقول لحديثك حاجة أكثر سلاح وجهه المتطربون إلى المواطن العربي كان الإعلام من خلال الفتاو المضللة من خلال تهديداتهم السافرة من خلال إعلام داعش والأسلام قمة التقنية هم وصلوا للشباب من خلال المواد الإلكترونية على صفحات الإنترنت وبالتالي إحنا هنحاربهم بنفس السلاح وكان المفروض ناخد الخطوة السباقية لكن معلش كل حاجة ملحوة الأمم ما بتروحش في يوم إن شاء الله بإذن الله من خلال الثقافة التعليم الإعلام الفنون إن شاء الله ننتصر عليهم وأيضاً بمواجهة الأمنية لمن رفع السلاح في وجه الدولة الوطنية الدور العربي أو التقارب العربي كيف يمكن أن يشترك في نقطة محددة فعلاً في سبيل محاربة هذا الفكر يبقى عندنا منظومة فكرية وثقافية موحدة يعني نتفق على المفاهيم والآليات إحنا لإحنا يكون عندنا أيدولوجية معينة أو رؤية معينة لمكابحة الإرهاب نقعد مع بعض في مثلاً الجامعة العربية أو لجنة منظمة لكابحة الإرهاب ويضع الخطة وبالإرادة هننفذ والدولة العربية قوية وغنية غنية بأبنائها غنية بأموالها غنية بأفكار ولادها فإحنا لا ينقصنا شيء ولا حتى ينقصنا خبرة الأجانب ولكن إحنا مش هنخترع العجلة يعني نبدأ من حيث انتهى الآخرون مع اعتبار بقى الآتي أن كل دولة لها خصية الإرهاب يعني مصر عندما يلعبون يلعبون على حتة الأمية الثقافية والفقر مثلاً السعودية بيلعبوا على حتة أخرى طائفية في العراق على الإسنية والطائفية وهكذا أما في أوروبا وأمريكا يلعبون على حتة أن الإسلام مضطهد لا يوجد خمس كبار في الأمم المتحدة من المسلمين قضية فلسطين قضية فلسطين برضو المفروض أن نعمل على حلها لأن دائماً هناك من يتحجج دائماً بأن ما يحدث في إسرائيل ده يعني جدير لرفع السلاح بوجه أي حد سلام أنه لا يدين بدين الإسلام وبالتالي إحنا ممكن نسد هذه الأبواب يعني نسد هذه الأبواب من كل الجهات فكل دولة وطنية أو خطرية لها خصوصيتها في مكافحة الإرهاب مع استراتيجية عامة للدولة العربية والإرهاب هو السلاح في كل زمان ومكان أشكرك جزيلاً دكتورة عزة فتحي أستاذ مناهي جعل من اجتماع بكلية البنات عن شمس وأيضاً خبر الأمل الفكري والواقعي من الفك المتطرف كنت معنا عبر الهاتف من القايرة شكراً لك